محمود بقى ده هي از اسويت تونكر او بيعفي الكلام كويس قوي فبيجزب كل البنات تحليلك ايه الشخصيات واللي بيربيها سنة ونص ده ما هو بيربيها سنة ونص لان هي برضو اللي عملته فيما كانش اسهل حاجة يعني كان حاجات كيلة فويلة يعني انا قلت له كده خلاص يا سيدي ما انا اتحيلت عليك يعني فوك كان يعقبها قدي انا بس هيا مش قلت له كده دي عايشته في وهم كامل دي عايشته في قصة مرضية فترة طويلة ايه بقى؟ ان احنا من كتر ما بنقلل من نفسنا اقل درجات العطاء بنعتبرها حاجة كبيرة يعني لما حد يعمل عشان حاجة بسيطة احنا نعتبر ده نعمل عشان هداية طبما انت لما بتعلم من نفسك الناس يجي تقولك انت عندك ايه جوي ويه ويخافوا منك نعمل ايه بقى؟ حيلوة قوي ماهنا ليه بيخافوا مني؟ عشان هما بيتصدر لهم صورة مش حقيقية عني بس لو انا شخص يعني بعبر عن اللجواء زي ما هو الناس هتفهمني زي ما انا بس حتى لما بتعبر عن اللجواءك والناس شايفة اللي حواليك؟ الهالة اللي حواليها اه يعني يقولك لا دي مش ترضى بأي حاجة مش ترضى بأي راجل مش ترضى بأي شاب ايه وبنعمل ايه بقى؟ مين بقى اللي بيعرفك؟ وانت بتقولك ان انا لما بقلل من نفسي بيجي لي اقل اقل حاجة طب لما بعلم من نفسي ايخافوا؟ حلوة ما انا عايزة كون شخص معتدل ده أولا ثاناني لما بعلم النفسي اللي بيقرب لي هو الشخص اللي عنده الاستعداد انه يعمل ده عنده الجرء انه يقرب عنده استعداد انه هو يفهمني ويعرفني وناس الدائرة القريبة مني بتعرفني على حقيقتي اه طبع لا الدائرة القريبة مش بنتكلم فيه خلاص دول اخدوني از باكج صحيح وانا متعصبة وانا صحية من نوم وما شايفيني خلاص اتكلم لو حد داخل جديد الطبيعي انه كان يعمل ايه مثلا معي؟ هو كان يعمل معي اه لما هو تقوله عندي كانسر يعني ابسط الحقوق في القصة دين هو يكون معها في المرض يكون بيشاركها على الا الا حتى يسعي هو اكلم صاحبته الله خلي بالك منت طب عايز ايه؟ اكتر من كده انت عايز اكتر من كده عايز يكلم مامتها معهم وزيادة يعني بالزيادة طب هو كان جد وانا كانش جد في التجربة معها هو في كل المراحل ما كانش يعني قد المسئولية لو هما مع بعض ولما سابقوا بعض حتى لما رجع تاني كل الحاجات كان فيها يعني قطفار بنلعب مع بعض وما فوق كان يفضل زعلان قد ايه؟ مأموس بيربيها قد ايه؟ بصي هوا القمصة دي يعني القمصة دي بالزبط شكل من أشكال الصمت العقابي شكل من أشكال الإزاء يعني ده شكل من أشكال العنف السلبي انت بش رأيك أن القمص أحسن من تخانق؟ على الإطلاق القمص ده أسوأ أشكال التعبير عن الغدر لا لعلمك ما هو دائما فيه طرف بيعلى وطرف بيطار نواة قمص أو ياخد ستاب ورا عشان الثاني يعرف غلطه ويجي له ساري وانا نهارده يعني بدل ما نعلي احنا الاثنين مع بعض وتبقى للا واحد واش تبقى مكزرة حلو جدا مثلا النهارده لما بسكت أو بعدي هل ده معنانا اتقمصت؟ القمصة معناها ان انا بسكت عشان امريكي قيمة وجودي عشان اغلس عليكي بالصمت يبقى الراجل داخل خارج في البيت مثلا أسبوعهم بيكلمهمش معرفوش ايه الموضوع اسبوع كامل شهر كامل مش احسن ما هي تعالي صوتها او تغلط مثلا هو يروح راضد عليها لا الحقيقة احسن احنا نمانج غضبنا بشكل انساني محترم احنا اتنين نتكلم ما هو مش على طول هتقدر تنمانج غضبك وانت متضايق طبعا ما هو لا تغضب لا تغضب لا تغضب بس صعبة طبعا بس مش حادة في الشبيع يعني مش حادة عشان اهدى اخد اسبوع كامل غضان او اخد اسبوع كامل مأموس او ابري اللي قدامي انت لازم تطلع جبل عالي عشان اقولك مالي مالك مفيش اقول في ساعاتها مالي لما اهدى ومستعد للكلام حنتكلم بلاش بالايام بلاش بالسنين بلاش بالاسابيع ده بعمل جافة ما بين الاثنين بيخلي علاقة فيها جاب شديدة جدا فجوة كبيرة جدا ما بين الاثنين مفوض ناخد قدي عشان نهدى يعني بالكتير لو خدنا وقت طويل فبناخد 24 ساعة ده لو احنا طولنا في الوقت بس احنا ممكن نهدى اصلا في نص ساعة لو قررنا نوض مع نفسنا مفكر حمدقين ليه اعرف انا حاسس بايه وحاسس بدا ليه فده حيخليني اهدى هو بقى مستعدنا نسمع من اللي قدامي